اتقل بالملك حسين كثيرا ما الذي كان المهمات الأساسية التي كنت تكلف بها من صدام في لقاءتك مع الملك حسين هذه ما أقدر أقولها لا لازم تقولها ما أقدر أقولها لا لا ما أقدر أقولها صدام حسين مات لأن كلها تخص الحرب والتسليح صدام حسين مات والملك حسين مات نعم وأنت كنت بين الرجلين شاهدا على الأحداث والأحداث راحت ونظم صدام كله راح قل لنا من الذي كان يجري لسيما وأن بطون الكتب مليئة بأشياء ربما أنت تعتبرها افتراءات قل لنا أنت الحقيقة لا الكتب مليئة بافتراءات طيب قل لنا أنت بقى الحقيقة مليئة بافتراءات شوف أنا إيماني لأن الموضوع لا يخص العراق بس نحن في وقتها ساعدنا العمال ميشيل عون ميشيل عون فما أريد نكشف المسطور لا أكشف لنا المسطور المسطور موجود في الكتب لا ما موجود حينما يقوم صدام حسين بإمداد الموارنة في الحرب بالسلاح أليس هذا يصير علامات استفهام وأنت شكلك كنت وراء الموضوع ده أنا ما وراء الموضوع أنا شكلك أنت وراء طالما أنت بتخفي الكلام أنا كلفت أنا كلفت لكن يعني كلفت وجينا إلى جلالة الملك حسين الله يرحمه وقلنا لهالشكل إحنا عدنا يعني قل لنا هالشكل إحنا عايزين نفهم يعني عدنا أسلحة نريد نوصلها لصديقنا ميشيل عون واعتذر جلالة الملك حسين ده في حرب 89 أي هذا اللي حصل طيب لما اعتذر الملك حسين وصلتوا عن طريق مين وصلناها عن طريق البحر في ميناء غير رسمي واستلموها لماذا كان صدام يدعم ميشيل عون ضد الفرق الأخر؟ يعني ميشيل عون شكان في لبنان؟ ميشيل عون شكان في لبنان؟ ما كان هو رئيس لبنان؟ رئيس لبنان؟ رئيس لما رئيس ما كانش رئيس لبنان كان هو حط نفسه رئيس على مجموعة وكان جزءا من الحرب رئيس و... كان قائد الجيش اللبناني ونشق بالقسم بتاعه وبدأ يقاتلوا اضرب الأخرى ويستنجد بيك وهو يعني أقنعت بأنهم مظلوب لا لا فيه هنا الحرب كانت طائفية موارنة ودروز وسنة وفلسطينيين كانت حربة وشيعة طيب يعني هو كان بيدعم هنا ميشيل عون نعم عشان ميشيل عون كان معادي الشيعة في ذلك الوقت والإيرانيين كانوا معادي صدام حسين في ذلك الوقت ممكن هذه التفاصيل مش ممكن انت مدير مخابرات ممكن ممكن بس احنا بالنسبة لنا دعمنا دائما للفلسطينيين والثورة الفلسطينية دوما دوما طيب ايضا كان هناك صراع كبير جدا بين صدام حسين وبين حافظ الأسد وحافظ الأسد كان يحتل لبنان في ذلك الوقت وميشيل عون كان يقاتل حافظ الأسد أليس كذلك؟ ممكن نعم صحيح مش ممكن ده تاريخ واقع لا هذا صحيح هل هذا أيضا كان من أحد الأسباب التي دفعت صدام حسين إلى أن يمول ميشيل عون بالسلاح؟ أستاذ أحمد انت رجل منصف ومتدين سبك من دواء أنا أنا بسأل سؤال أنا أمثل المشاكل وعيد زعرف الحقيقة تبحث عن الحقيقة أنا أبحث عن الحقي حافظ الأسد حطمها اللبنان واستحلها لو لم يحطمها في عدة عبر العصور وللحال أكو سلطة لسوريا وإيران عن طريق حزب الله في لبنان يعني إذا العالم أعمى وأصم ما يشوف هذه الحقائق يعني يقرأ على الدنيا السلام فصدام حسين لما ينتصر لإنسان مظلوم لبلد مظلوم سوريا بدعم إيراني تريد تحتلها وتفرض سيطرتها عليها هذا زين ولا ما زين؟ هذا زين حافظ أسد طيلة المرحلة الرجل راح الله يرحمه بس طيلة الرجل هو واقع تحت السلطة الإيرانية وينفذ مطالبهم وعلي حد الآن ابنه أيضا نفس الدور يلعبي نفس الدور إذن الآن كان هذا بس عشان نفهم الخرائط والمشاهد يفهم كيف كانت تصير الأمور كان هناك حرب بين العراق وإيران وكان هناك حرب في لبنان بين سوريا وبين ميشيل عون العراق انحاز إلى ميشيل عون ضد سوريا في العراق تقدر تقول هيك طيب أنت كنت بتقابل الملك حسين كثيرا كثير طيب دي واحدة من بين مئة لقاء أنت عملتهم مع الملك حسين أنا ملك حسين أعتز بي وهو بالجبر أعتز بي لأنه أنا اعتبره صديق له طيب كان هناك مهمات وأدوار أخرى للملك حسين لا سيما خلال فترة الحرب وخلال ترأوسك لجهاز المخابرات لا هو ملك حسين يعني الحقيقة أنا ما زرت في بلده أكثر ما هو زارنا والتقيت به ومره التقيت به بالاتحاد السوفيتي يعني تذري بصفتي أنا مسؤول كبير أحضر اللقاءات لقاءات ملك حسين ملك حسين كان يعني مناصر لأنه طيلة الحرب العراقية الإيرانية حتى مرة من المرات هو قصف بالمدفعية قصف القوات الإيرانية فأنا ملم بهذا وكنت في أغلب اللقاءات حاضر ملك حسين ودود وعلاقته بالله يرحمه الله يرحمه ودود جدا وعلاقته بصدام حسين الله يرحمه أنا أي مات أي واحد يموت لازم نقول الله يرحمه هم يستاهلون الرحمة علاقتهم علاقة أخوة ويعني علاقته بنا علاقة أخوة ده كلام جميل أنا عايز تفاصيل وأحدث ووقع يعني هو كل اللي كان آنذاك كل عمل المخابرات في الفترة هذه من الاثمانين إلى أن أتحقق النصر في ثمانية 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 وثمانين هو كله كان شأن الحرب العراقية الإيرانية أنا الآن أقول لك أريدك فرصة لإنصاف أعطيك فرصة تاريخية لإنصاف الرجلين صدام حسين والملك حسين نعم أنت أمامك فرصة تاريخية لإنصاف الرجلين وأنت كنت مبعوثا لصدام وتلتقي بالملك حسين نعم وأنا أقول لك الآن الكتب مليئة كما تقول أنت بالإفتراءات فإحنا عايزينك تزيل بعض هذه الإفتراءات من خلال بعض المهمات التي تكون لإفتراءات مرة إحنا أهديناها لجلالة الملك أسلحة نعم غنمناها من الحرب يمكن أن نذكر بقتها بحدود سبعين دبابة شفتن إنجليزية هذه قصص ما تستحق أن نذكرها جلالة تستحق شو قيمتها أهدتوها للملك حسين آه للأردن يعني كانت غنيمة من الحرب العراقية الإيرانية كانت غنيمة من الحرب العراقية الإيرانية الرجال الأبطال ها قسروا الجيش الإيراني وأخذوا أسلحتهم إحنا ما عدنا سلاح بريطاني فأعطيناها هديناها للأصدقاءنا بالأردن يعني أكو قصص يعني قصص شخصية كما عودناكم دائما مع شهود العصر نرحب بتساؤلاتكم وآرائكم حول ما يرد في شهادة الشهود لطرحها عليهم في حلقة خاصة بعد انتهاء الشهادة يمكنكم إرسال تساؤلاتكم بعد كل حلقة من خلال وصائل التواصل الاجتماعي المختلفة التي سوف تشاهدون عليها المقاطع أو من خلال قناة يوتيوب هذا أحمد منصور يحييكم بلا حدود الآن حصرياً على منصة الجزيرة ثلاثمائة وستين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة